من بغداد ينضم إلي مراسلنا بدر هاركابي مرحبا بك يا بدر أجواء الاعتصام والمشاهدات من حولك نعم أحمد تحية لك وتحية لجميع سيدات وصادر المشاهدين نتواجد في الباحة الخارجية لمبنى البرلمان أو ما يسمى هنا من قبل المعتصمين بمجلس الشعب نشهد حاليا فترة استراحة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بالتالي جل من يتواجد هنا هو ماكث في الخيام من أجل الاستعداد والعودة مرة أخرى بوقت الذروة بعد الساعة السادسة عصرا وأيضا بدء التوافد المعتصمين إلى مبنى البرلمان وكذلك دخول حتى العشارة العراقية التي أصبحت لديها بصمة واضحة تسجل يوميا عصرا بتوافدهم هنا وتأييدهم لهذا الاعتصام المفتوح الذي ما يزال مستمر لغاية الآن نتحدث عن ذروة تبدأ بعد الساعة السادسة عصرا فبالتالي لدينا الآن فترة استراحة نتيجة أيضا للظروف الجوية التي تشهدها العاصمة بغداد أيضا من نتحدث هنا عن المعتصمين فهم مستمرون بقضية اعتصامهم تحدث مع عدد منهم قبل قليل وأيضا هم متابعون مع اليوم التوجيهات التي تصدر من سماحة سيد مقتصدر وكذلك حتى تغريدة الأخيرة التي تم تغريد بها من قبل وزير القائد في قضية القوى السياسية بعض الأطراف منها وتمسكها وتعنتها بالسلطة وأيضا هي رسالة للتمسك من قبل المعتصمين هنا باعتصامهم من أجل الإصرار على ضرورة تنفيذ هذه المطالب التي يطالبون بها والتي هي ما تزال محددة ومعددة لغاية الآن نتحدث عن حل البرلمان وكذلك أجراء الانتخابات المبكرة بالإضافة إلى طرد الفاسدين وقد يكون هذا الخيار يعني هو الخيار الذي يتمسك به من يتواجد هنا في الاعتصام بقوة كونهم اليوم يرفضون لربما عودت الوجوه المجربة ويرفضون أيضا من تثبت عليه شبهات فساد وأن تكون هناك قضية ابتعاد عن المحاصصة والتوافقية كون من يتواجد هنا في الاعتصام بحسب ما يروه بأنه لم يجنى من المحاصصة والتوافق شيء بالتالي اليوم هناك إصرار على ضرورة أن تكون هناك حكومة ومخرجات لحكومة تبتعد عن التوافق والتحاصص وتعمل من أجل خدمة الشارع العراقي كون المطالب التي تخرج من هنا والهتافات التي يصدح بها هنا هي هتافات اليوم تشمل جميع فئة الشعب العراقي هي لا تقص شريحة معينة أو فئة محددة ولكن هي مطالب شعبية عفوية خرجت بهذا الاعتصام الذي بدأ بتظاهر سلمية كما تحدثوا به ولغاية الآن نحن نشهد هذه الأجواء ان تحدثنا مثلا عن الجانب الأمني فهناك أيضا تطورات حدثت منذ يوم أمس بوضع حواجز كونكريتية بين مجلس النواب وأيضا الأمانة العامة لمجلس الوزراء على يساري تم قطع الشارع بشكل كامل بالحواجز الكونكريتية المرتفعة وهذه إشارة إلى تحويط المتظاهرين أولا لسلامتهم وثانيا من أجل عدم اتساع هذه الرقعة والبقاء على ذات مركزية المتواجدة هنا في مبنى البرلمان والابتعاد لربما عن الزحف إلى أماكن أخرى لسيما بعد خطوة التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أيضا يشهد اليوم تحصينات أمنية وتكثيف بتواجد القوات الأمنية حوله ومحيطه بالتالي اليوم لدينا هنا مشهد أضحى واضحا بقضية الاجراءات الأمنية والتعاطي معها إن كان من تقاطع وزارة التخطيط وصولا إلى تقاطع الخرطوم وصولا إلى البرلمان ومن ثم الاتجاه على جانب اليسار إلى منطق الخضراء الرئيسي والذي هو إلى هذه النقطة ينتهي عملية الاعتصام والطريق الخاص بالمحتصمين حين الوصول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم وضع صبات حواجز كونكريتية يوم بسم النجل سلامة المتظاهرين وأيضا تحويط المنطقة الخاصة باعتصامهم طيب بدر كيف يتابع المعتصمون هالحراك السياسي لمحاولة حلحلة الانسداد في أكثر من استضافة معك تذكر أن من بين المعتصمين غير الصدريين معروف أن الصدريين ملتزمون بالتغريدات التي تصدر لكن ماذا عن غير الصدريين أيضا كيف يتابعون هذا الحراك اليوم اجتماع مرتقب لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقوى السياسية لمناقشة الانسداد وحلحلته يعني أحمد تحدثنا مثلا عن المعتصمين إن كانوا من التيار الصدري وكذلك حتى من غير أتباع التيار الصدري الجميع هو حاضر هنا وجميع قد لا يؤيد فكرة الانسداد والانغلاق السياسي والوصول إلى أبواب مغلقة وأنفاق مظلمة الجميع يبحث عن مطالب هذه المطالب تكون شعبية من أجل تحقيق الإصلاح المشهود الذي يطالب بها سيد مقتد الصدر وكذلك أتباع سيد مقتد الصدر ومن غير أتباع التيار الصدري بالتالي الجميع قد لا يتفق مع فكرة الانسداد الجميع يؤيد أن تكون هناك حوارات تفاهمات اليوم ومن أجل أن ضرورة حتى ما أقدم عليه سيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء بالحوار الوطني هي أيضا خطوة لديها تأييد وتحظى بتأييد هنا فيها الاعتصام كان من أبناء التيار الصدري وكذلك حتى من غير أبناء التيار الصدري هم يتابعون بدقة ما تجري فيها الأحداث من خطوات وتطورات خاصة فيما يتعلق بحوارات الكتر السياسية لكنهم متمسكون بشيء واحد وبجزية قد يختلفون عليها وهي ضرورة تنفيذ كامل المطالب التي يطالبون بها وموضعوا لست من المطالب ولا ربما يتنازلون عن جزء من هذه المطالب أو لربما يتم استثناء جزءا من عدها أو القبول بالحلول الجزية الجميع هنا متفق على ضرورة أن نتوجه إلى الحوار ونستمع إلى الحوار ومخرجات الحوار على أن لا تكون بعيدة عن مطالب المحتجين على أن لا تكون بعيدة عن رؤية المحتصمين التي أيضا هي منبثقة ومؤيدة ومشاطرة للتوجيهات التي تصدر من سماحة السيد مقتد الصدر هنا للمحتصمين فبالتالي قد تكون هناك مقبولية للحوارات للتفاهمات التحركات التي تجرى حاليا فيها الساحة السياسية ولكن بشريطة أن تكون هناك توافق بين مخرجات هذه الحوارات مع ما يطالب به المحتجون والمحتصمون هنا في مبنى البرلمان من مبنى البرلمان كنت مع مرسلنا بدر الركابي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات اشتركوا في القناة